قال مصدر عسكري أن القوات المسلحة تواصل حملاتها لمداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء ما أسفر عن مقتل ستة عناصر تكفيرية فجر اليوم والقبض على 28 آخرين بينهم قيادات بتنظيم أنصار بيت المقدس في قصف جوي شنته طائرات الأباتشي وحملة للجيش في المحافظة وأضاف المصدر في تصريحات للحياة الآن أن طائرات الأباتشي استهدفت مخزنين للمتفجرات جنوب رفح ودمرت ثلاثة منازل خاصة بالتكفيريين وأربع وسبعين عشة ودراجتين ناريتين وستة عربات وفي سيناء أيضا قال مصدر عسكري في شمال سيناء أن قوات حرس الحدود وسلاح المهندسين بالجيش الثاني تمكنوا أمس من إخلاء ستة وثلاثين منزلا وتدمير واحد وعشرين آخرين على الشريط الحدودي في رفح وذلك تمهيدا لإقامة منطقة عازلة تمنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات من قطاع غزة إلى داخل سيناء وأكد المصدر أن إجمالي عدد المنازل التي تم إخلاؤها حتى الآن وصل إلى 694 من أصل 802 مقرر إخلاؤهم وتدميرهم على أن يحصل أصحاب تلك المنازل على شيكات التعويضات الخاصة بهم من اللجنة المشكلة لهذا الغرض بمجلس مدينة رفح غدا وأشار المصدر إلى أن القوات عثرت على سردابين تحت الأرض ونفق يربط بين منزلين بقرية التومة وقامت على الفور بهدمهم مؤكدا أن القريتين تعتبران من معاقل تنظيم أنصار بيت المقدس